أولاً نبدأ بالحظوظ السلام من الأمراض حظ هذا ما في عنده مرض عضال ما في تضيق شرائن ما في شلل مدام هو معافى سليم هذا حظ حظه صحة ما يعني حظ دكتور؟ نصيب أنا حظي من هذه الشركة 50% نصيبي يعني الحظ هو النصيب حظه من الأمراض أنه معافى معافى الحظ النصيب من هذا الموضوع تمام الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء موزعة من الله من الله ليس من اجتهاد الإنسان ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر أي قرآني ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة يعني هل يستوي منصب وزير دفاع مع جندي في يعني مكان في الجبهة والدنيا شتاء شديد وفيه بلوكوس جالس هذا غير هذا هل يستوي كأكبر التجار الذي يملك الملايين مع بائع على عربا وهذا كمان تاجر بس انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض معلم ابتدائي بقرية مهملة بعيدة وأستاذ جامعي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بين معلم ابتدائي وبين أستاذ جامعي وبين بائع متجول وبين رئيس غرفة التجارة وصناعة وبين منصب رفيع وبين منصب أضيع هذه الحظوم موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء الآن الكلمة الدقيقة جدا نحن خلقنا للابتلاء والدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إننا كنا مبتلين فعلت وجودنا في الدنيا الابتلاء سؤل الإمام الشافعي ندعو الله بالابتلاء بالتمكين قال لن تمكن قبل أن تبتلى أنا لا أصدق أن إنسانا واحدا يشم رائحة الجنة دون ابتلاء طب معلش دكتور هنووضح المفاهيم أيضا ما معنى الابتلاء الامتحان الابتلاء الامتحان والتمكين إن مكن له أعطنا سلطة هذا ممكن بعلمه والثاني ممكن بماله والثالث ممكن بصلاحيته بتوقيعه إذن لن يمكن لأحد حتى يبتلى نعم فالغني ممكن بالمال يمتحم بالمال مادة امتحانه مع الله هو المال فإذا أنفقه على كل محتاجه ومسكين وكان متواضع النجاح بالامتحان والفقير ممتحم بفقره فإن تذلل وإن تضعضع أمام الغني والقوي أسب الامتحان وصاحب الحكم السلطة ممكن بسلطه بجارة قلم يحق حقا فإذا استخدم صلاحيته وقوته الإدارية في إحقاق الحق نجح بالامتحان إذا استخدم هذه القوة لمصالحه الخاصة رساب بالامتحان فالإنسان ممتحن في الأرض علة وجودنا في الدنيا الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا وهم لا يفتنوا الفتنة معناها الامتحان فقط ما لا معنى سلبي ولا معنى إيجابي نمتحن فلان امتحن فنجح فلان امتحن فلم ينجح فنحن علة وجودنا في الدنيا الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إننا كنا مبتلين لما الشافعي سئل ندعو الله بالتمكين كن غني أو كن قوي أو كن عالم كبير أم بالابتلاء قال لن تمكن قبل أن تبتل وأنا مرة ثانية لا أصدق أن يشم الإنسان رائحة الجنة إلا بعد أن يبتلى فينجح وقد لا ينجح إذن قدرة الإنسان دكتور على اتخاذ القرار بين إجابي وبين سلبي هنا نقول التمكين أنه ممكن فكان صاحب قرار هذا بحد ذاته هو ابتلاء لأنه اختبار ينجح أو لا ينجح فيه لا يمكن أن نكلف في ما لا نستطيع هذا شيء مستحيل لأنه التكليف ضمن الاستطاعة سمي تكليف لأنه ذو كل في لكن مثلا واحد راكب دراجة الطريق مستوي واضح وصل إلى طريقين واحد منزلق هابط واحد صاعد معلومكم راكب الدراجة طريق الهابط مريح جدا لا لا يوجد جهد أطلاقة لو فرضنا هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش جائعة مكتوب بالبداية ينتهي هذا الطريق بوحوش جائعة مفترسة وفي ناظور إذا بتحب ترى معالم الحفرة والوحوش والصاعد غير معبد ترابي وفي أكمات وفي غبار وفي متاعب الطريق الصاعد ينتهي ببستان جميل جدا هو لمن وصل إليه وفي شرح بالبداية وفي منظار إما أن تقرأ أو أن ترى تقرأ أو ترى فالما إنسان بيختار الطريق الهابط يعني اختار شهوته وطغط شهوته على عقله والذي اختار الطريق الصاعد اختار عقله على شهوته فلذلك ركب الملك من عقل بلا شهوة ركب الحيوان من شهوة بلا عقل ركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته كان فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله كان دون الحيوان فأنا أقول أنا مبتلى بأي شيء مبتلى بزوجتي هل أحسن إليها أم أسيء مبتلى بأولادي هل ربيتهم على طاعة الله أم أهملتهم مصطلح مبتلى هنا يعني أمتحن ممتحن فقط جميل وممتحن لا تعني أنه رسل بالامتحان قد نجح ممتحن بالزوجة ممتحن بالأولاد ممتحن بالبنات عنده ابنة جميلة فلما تفلتت في ثيابها ولبست ثياب فاضحة وأعجبه جمالها وهي ابنته ابتلي بابنته فلم ينجح أما حينما وجهها توجيها أخلاقيا قال لها هذا الجمال يا بنيتي لمحارمك فقط ولزوجك فلما وجهها نجح بالامتحان فألا بللك يمكن باليوم نمتحن مئة امتحان كل يوم نعم طيب دكتور التوزيع اللي تحدثت عنه قبل قليل أنه ربنا سبحانه وتعالى أعطى فلانا المال وأعطى فلانا الفقر وأعطى فلانا الجمال هذا التوزيع ماذا يسمى هذا حظوظ الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء والتوزيع موقت انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض رئيس جامعة غير أستاذ في قرية نعم رئيس غرفة تجارة غير بائع متجوه طيب ما المقصود بفضلنا بعضهم على بعض بالدخل بالمكان أقصد التفضيل هل هو علامة تميز عند الله ولا لا هو هي حكمة إلهية الله عز وجل لحكمة بالغة 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 امتحن هذا بالمال وآخر بالفقر بالفقر بس لا يعني أن هذا علامة رضا وغضا أبدا الغنى والفقر بعد العرض على الله من هو الغني الذي نجح في الابتلاء من هو الفقر الذي كان مليونيرا لكن لم ينجح استعلى بماله واستعلى بمكانته وأهمل الفقراء والضعفاء أما في الدنيا دكتور ربنا فضل إنسان على إنسان بمعنى أنه ووسع عليه بالمال ولم يوسع على آخر لكن لا يعني أنه ربنا راضي أو صاحب على هذا لا لا أبدا لكن هي الحقيقة الحظود موزع توزيع ابتلاء ولحكمة بالغة 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 الذي أنت فيه هو أفضل شيء لك يعني يوم القيامة تنكشف الحقائق تكشف الأسرار يكشف سر القضاء والقدر فما لك إلا أن تقول مهما كنت الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين على أن جعلتني ولدان بشرق الأوسط مثلا أنت فيه أشياء ملك مو باختيارك عفوا كونك صادق باختيارك أمين باختيارك عفيف باختيارك ورع باختيارك كون الآخر كاذب باختياره منحرف باختياره انتكب الفواحش باختياره نعم هي خيارات لكن هذا الاختيار موقعت عند الموت ينتهي الموضوع فالذي امتحم بالفقر ونجح بالامتحان فكان عفيفا ولم يتضعضع أمامه قوي أو غني رضي عن الله عز وجل هذا إذا نجح في الامتحان والآخر رسب الغني استكبر بماله واستعلى به وأهمل الفقير فالغني اللي عاش معه ملايين مملينة رسب بامتحان الغنى والفقير نجح بامتحان فقر ما النتيجة؟ أن هذا الفقير استحق الجنة إلى أبد الآبدين وهذا الغني استحق العثم أنت مبتلى فيما أعطاك نعم مبتلى فيما زوبي عنك الدعاء اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب ممكن نشرح حسيننا؟ إنسان بيحب المال الله رزقه مال فسخر هذا المال للفقراء للمساكين لمعالجة المرضى لإيواء المشردين لتعليم الجاهدين الغنى قوة كبيرة جدا والله عز وجل النبي الكريم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف لماذا؟ نقق علة وجودك العمل الصالح الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا آية ثانية ولكل درجاتهم مما عملوا مادام علة وجودك العمل الصالح الغنى يتيح لك أعمال صالحة ليست متاحة للفقير تعمل معهد شرعي تنشئ مستشفى بتعمل مثلا مشروع خيري بتعمل مثلا طلاب علم يدرسون على عسابك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق فمتاح للغني ما لم يتاح للفقير صحيح فالغنى قوة فأنا بقول إذا كان طريق القوات سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا لأن خياراتي القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصل أنا أذكر مرة جئت إلى بلدي قصة من عدة سنوات بالطائرة الطيار كان تلميزي فأخذني إلى غرفة القيادة دخلت إلى سوريا من جهة طرابلوس رأيت بأم عيني ترطوس على الساحل وصيدة رأيت مسافة 450 كيلو متر بنظر واحد ورأيت حبص دمشق علمتني هذه التجربة المتواضعة أن الإنسان كلما ارتقى مكانه اتسعت رؤيته وكلما ارتقى مكانه اتسعت عاطفته نحن إسلامنا أممي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في عنا نحن أشياء تنعنا من فعل الخير مع الآخرين إنما المؤمنون إخوة هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا فأنا حينما أؤمن إيمانا صحيحا أنا أجعل عملي صالحا والعمل الصالح اللي توجودي إذن الحظوظ الآن دكتور هي أرزاق توزيع ابتلاء نقول عنها أرزاق وزعها الله بين الناس توزيع ابتلاء ابتلاء موقت في الدنيا فقط ليمتحنوا فيها وسوف توزع توزيع جزاء توزيع الابتلاء محدد بالدنيا أما توزيع الجزاء أبدي هذه الحظوظ مثل المال حظ الشكل الوسامة الوسامة الذكاء نعم من عائلة معينة مثلا لها نفوذها نعم هذا كله هو حظ نعم نعم إحنا دكتور فكرة الحظ عندنا مفهومنا الشخص القديم لها الحظ أصلا محرمة في الشريعة يعني الألعاب التي تعتمد على الحظ كالنرد والكذا فيها إشكال شريعة هذا المفهوم غير صحيح الحظ هو النصيب الحظ هو النصيب نعم يعني حظي من المال مش فيه شيخنا مشكلة شرعية في الألعاب التي تعتمد على الحظ كحجر النرد مثلا طبعا طب كيف عفلنا ربط بين هذا الحظ وهذا الحظ نحن مسموح لنا مثلا أن نلعبه الشطراني جفرده ومسموح لنا يعني بس علوما غضوا البصر عنه لأنه ما في نرد ما في فكر في فكر أقصد لماذا حرمت الألعاب المبنية على الحظ كحجر النرد لأنه ما لك فضل فيها أنت كل كل عطائك بيكون بحجر النرد جاء ستة 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 خط الموضوع لا ما في جهد شخصي جهد جهد عشوائي نعم نعم على الإنسان أن يتعب وأن يسعى فيها أبدا نعم طب هذه فكرة الحظوظ دكتور وحكيتنا أنه ربنا سبحانه وتعالى يوزعها فيمكن ربنا فتح على الإنسان بالمال وعلى آخر بالشكل وعلى آخر بكذا ولكن سيسأل عما فعل أبدا أما بالآخرة موزع توزيع جزاء وفق ما عملت في الدنيا أبدا تكافأ يومك والتوزيع أبدي تمام انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل بالآخرة أبدي في الدنيا موقت في الآخرة تفضيل علامة رضوان طبعا أما في الدنيا تفضيل الله إنسان غني إنسان حقير هذا ملف الحظ أصبح واضح بشكل كامل دكتور ماذا عن الملف الآخر ملف الطباع أو الطبائع دكتور الناس تختلفوا في طباعها في سلوكياتها فيما تقبل وفيما تنفر عنه يعني مثلا إنسان يحب الأناقة بشكل غير اعتيادي عنده شيء بدلات بعدد كبير لبيس وأنيق درجة نعم إنسان يعتني بمركبته هذا ركيب إنسان يعتني ببيته سكين في لبيس وفي ركيب وفي سكين نعم هذا تفوق في الطباع الطباع لا تتناقض مع الشرع ما في مانئ اقتني سيارة فارية حتى أصدح من فضلتك هذه الطباع جبلنا عليها ولا اخترناها لا يطبع المؤمن على الخلال كلها ما المقصود بذلك دكتور يعني الإنسان له طبع ليس ما كان باختياره فطرة بس هو مناسب له نعم العلم الله كبير جدا يعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان إذا كان غنيا يكون أقرب إلى الدين منه لو كان فقيرا نعم هذا بالعكس الغنى يفسده يعني في إنسان الغنى يفسده في إنسان الغنى يعينه على طاعة الله نعم هذا الشيء بعلم الله عز وجل ألا يعلم من خلقه فإنسان امتحم بالغنى حظه من الدنيا الغنى وامتحانه والغنى فإذا أنفق المال على عباد الله الفقراء والصالحين نجح في الامتحان فجاءت الجنة بعدها وأنا حينما أتمنى لإنسان أن أدعو له دعاء من أعماق قلبي أقول له اللهم اجعل لهذا الأخ الكريم نعم الدنيا متصل بنعم الآخرة يعيش عمره أذيب مع الله واسع الرزق يعقي الفقراء ومن حوله يموت على الجنة رأسا معناها جمع بين نعم الدنيا ونعم الآخرة في إنسان أيام يبتلى بالغنى غير المنطبط غني كبير مستعلي مستكبر يموت والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير فالعبرة الغنى والفقر إذن بعد العرض على الله أنا لا أسمي الغنية غنيا في الدنيا ولا أسمي الفقير فقيرا بل أسمي الغنية غنيا إذا استخدم ما له في طاعة الله والآية الدقيقة جدا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا موسى من أولي العزم لما سقل الفتاتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا مفتقل العمل الصالح لذلك أعلى افتقار إلى العمل الصالح جميل طيب دكتور هذه الطباعة التي فطرنا عليها كما تفضلت أنه فلان مثلا من طباعة بعضها مرتبط بالتكليف يعني ممكن الإنسان ذلك الذي يحب اللباس كثيرا يصل إلى مرحلة الإسراف فهل هنا هو مسؤول عنها ولا يقول هكذا أنا طبعت لا 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 ما بصير أول أنت مخير ما بيقلل الإنسان يدعي أنه مجبر وأي دعوة إلى الإمام بالجبر دعوة لإلغاء الدين وفي فئة جبرية سيدي أنه أنت ما لك خيار أنت أقامك بمكان هكذا هذه العقيدة هذه العقيدة الجبرية أخطر عقيدة يعتقدها الإنسان لكنها باطلة باطلة ما لأصل أطناقا عفوا إن هديناه السبيل دقيق إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها هو موليها الآن دقيق والإخوة يدقيقون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي إنسا يقول لك الله قدر علي ذلك لذلك سيدنا عمر لما رأى شارب خمر قال أقيم عليه الحد فقال له الله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شارب الخمر ومرة لأنه افترى على الله لويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار أنا ما بسدق إنسان يوهم الناس أنه أنت مسير وأحترمه أنت مخير طيب في هذه الطباعة التي مخير فيما كلفت نعم بس ما لك مخير بإمك وأبيك ولا مخير بمكان ولادتك فلا تحاسب عنها ولا مخير كونك ذكر لما أنسى ولا قدرتك العامة كل شيء لم تكن مخيرا فيه اعتقد يقينا كما تحتقد بوجودك أن هذا أفضل شيء دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن بعض الطباعة التي طبع الناس عليها مثلا الغضب إنسان لا يحتمل عدم القدرة على المسامحة يعني نجد إنسان تستفز كلمة وإنسان آخر عشرة كلمات لا تستفزه إنسان يسامح بسهولة وآخر قلبه لا يستطيع المسامحة ما الذي يحصل لماذا نكلفه يطبع المؤمن على الخلال كلها تجد مؤمن أنيق جدا مؤمن أقل أناق نعم لكن لا تجد مؤمن قذر إطلاقا هي تناقضت مع دينه نظيف بس قد يكون عنده أذواق عالية بتناسق الألوان وإنسان لا يهتم بهذا كثيرا هذه طبع طبع تجد مؤمن يعتني ببيته عناي فائق كل شيء في مكانه وفيه انسجام بالألوان وفيه انسجام بالأشياء السمينة وفيه إنسان بيته أقل من عادي يطبع المؤمن على الخلال كلها فيه إنسان سيارته أنيقة جدا يختار ألوانها بدقة بالغة ويعتني بها عناي بالغة هذا صار ركيب والتاني لبيس والأول سكين إلا الخيانة والكذب فإذا خان أو كذب هذا يتناقض مع وجود الإنسان ما عاد مؤمن إذن هذه صفات مكتسبة بتلاقي مؤمن أنيق مؤمن أقل أناقة بس كلاهما نظيف نظافي مع اللقب الدين الخيانة والكذب دكتور هذه صفات مكتسبة يطبع المؤمن على الخلال إلا الخيانة والكذب هذا صار سلوك سيء ماذا عن الغضب دكتور وهو سلوك سيء أيضا سيدي فيه إنسان غضوب بس ضابط نفسه طب هل خلق غضوبا لا هذا طبع سيدي هكذا طبع نعم هكذا خلق نعم يستفز بسهولة نعم إلا أنه المؤمن المؤمن لا يخرجه غضبه عن طاعة الله آها لدقيقة الفكرة المؤمن الصادق الورع قد يكون عنده حساسي بالغة فيغضب سريعا بس غضبه لا يخرجه عن طاعة الله منضبط وله أجل أكبر يعني عفوا دكتور حتى تأكد إذا فهمتها قبل شوي في الحظوظ قلت فلان مثلا أعطي المال فلان أعطي الوسامة لكنه يبتلى أي يمتحن فيها نعم هل الآن أيضا هذه الطباعة السلبية التي قد تكون موجودة فينا نعم نمتحن فيها نعم فلان يغضب بسرعة نمتحن بحظوظنا وطباعنا آه فإذن هو عليه نمتحن بحظوظنا وطباعنا وما كان طبعه سرعة الغضب نعم فإن امتحنه في السيطرة عليها وله أجل أكبر نعم طيب غيره من الناس يمتحن بطبع آخر نعم يعني من باب العدال للإلهية صحيح طبع طبع آخر نوع تاني يعني قد مثلا فلان يحب المال وهذا لا يهمه المال نعم جميل إذن هي توزيع من الله سبحانه وتعالى في الحظوظ الحظوظ موزع توزيع ابتلاء لحكمة بالغة نعم عفوا ما كلفت أنا كلفت بطاعة الله فأنا مخير أطيع أو لا أطيع مخير في الإنصاف أنصف أو لا أنصف أنا مكلف فيما خيرت بس أنا غير مكلف في مكان ولادي في الأصل الله ما سألني هلأ والله ما سألني بتحب تكون ذكر لما أنصى هتنتين وما سألني مين بتحب يكون أبوك وأمك قد يكون الأب والأم نعم يمنصب رفيع جدا وفي سروات بين أيديه طائلة وإنسان ولدان من أب فقير ممكن فلما الشيء لأنني لم أكل لم لم يكن من خياري هلأ حقول الكلمة والله مؤمن بها بكل خلية بجسمي نعم الشيء الذي لم يكن من خيارك هو أكمل شيء لك عبر عنه الإمام الغزالي ليس في الإمكاني أبدع مما كان أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني لا فالذي أعطيته من الله هو أكمل شيء لك بالذات هذا إيمان آخر الحظوظ التي أنا فيها هذه أكمل شيء لي إن من عبادي هلأ هون الشيء الجواب من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه واحد يصلحه الفقر من ضبط يعني مثلاً مئة إنسان فقير الناجحون 80% منه مئة إنسان غني الناجحون 10% منه الغنى لأنه مطري الغنى ومغري كل شيء بالإيديك فأنا أقول دائماً وأبداً امتحان الغني أصعب بالفقير الغني سافر لأوروبا بإمكانه أن يختلف جميع المعاصي والآثام ولا أحد يعلم به لكنه خشي الله في الغنى فمن الفندق إلى المركز التجاري لمتابعة أعماله فقط فانضباطه في البلاد البعيدة حيث لا رقابة عليه إطلاقاً يرفع قدره عند الله فالله عز وجل كل واحد مننا له وضع فهو الوضع هذا أنسب شيء له وليس في الإمكان أبدعه مما كان أو ليس في إمكاني أبدعه مما أعطاني الطباعة دكتور الصعبة التي موجودة لدينا هل هي طباعة فطرنا عليها ولا طباعة مكتسبة يعني مثلاً إنسان مش اجتماعي لا فطرنا عليها فطرنا عليها إلا أنه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخلالة والكذب لا يطبع عليها هذا من فعله هذا من اختياره هذه الطباعة دكتور التي يعني فطرنا عليها كما تفضلت شيخنا كريم ماذا يطالب مني ألغيها بشكل كامل ولا فقط أسيطر عليها حتى لا تتجه بالاتجاه الخطأ أن أوظفها في طاعة الله أنت بتحب المال وجاءك المال هذا المال أؤدي زكاة مالي لذلك بريء من الشح من أدى زكاة مالي بريء من الكبر من حمل حاجته بيده بريء من النفاق من أكثر من ذكر الله لا إله إلا الله ثلاث أشياء بريء من الكبر من حمل حاجته بيده بريء من الشح من أدى زكاة مالي أنا ما بقدر أقول عن واحد بقيل وقد أدى زكاة مالي ولا عن واحد متكبر وقد حمل حاجته بيده يعني لو كان طبعي محبة المال لا بأس فيه إذا وظفته فيما يرضى الله أبدا الحد الأدنى الزكاة نعم لو كان طبعي يمنعني أن أزيد عن ذلك فأنا قد أديت الحد أنا أقول لك الآية نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل البشرق والمغرب ولكن البر نقطي من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اتقوا أولئك هم المفلحون فأنفق المال على حبه بعدين آت الزكاة الزكاة فرض أما على حبه هذا الذي ترقى به عند الله الصدقة الصدقة هذه ترقى بها كثيرا مثل إنسان أدى الضريبة هذا يواجب عليه إنسان أدى من الدول لبناء لجامعة يقام له حفل تكريمي لا يقال له حفل تكريمي إسكاة الضريبة لكن كترتيب أولويات نبدأ بالفريضة نعم ومن ثم ننتقل إلى النوافل طبعا لكن هي سر صدق العلاقة مع الله النوافل نعم التي تأتي بعد الفرائض طيب دكتور بعض الطباع يقول بعض الناس لا أستطيع التخلي عنها أو لا أستطيع من جد مثلا إنسان غير اجتماعي لا يريد أن يرى أحد يقطع الرحم وهذا فيه خلال بنصوص شرعية صحيحة لا تصدق أن تكلف ما لا تستطيع إذا توهمت أن هذا الشيء لا تستطيع أن تفعله فاعتقد يقينا أن هذا الشيء لا تريد أن تفعله إن توهم الإنسان أن هذا الشيء لا يستطيع أن يفعله ليعلم يقينا أن هذا الشيء لا يريد أن يفعله لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا نعم طيب دكتورنا الكريم كيف يمكن لنا أن نجاهد طباعنا لتغييرها ولتسيرها وفق شرع الله هل هي بحاجة إلى إلى صقل لهذه الشخصية ولا إلى جرع إيمانية إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الكرم بالتكرم والحلم بالتحلم هذه طبع الحلم والكرم لا التحلم مطبع تكليف تكلف تتكلف الحلم تكلف الحلم سمن الحلم الحقيقي تكلف الكرم تتكلف الكرم سمن الكرم الحقيقي نشرحها سيدنا إنما العلم بالتعلم يصبح الإنسان عالما إذا طلب العلم شك في التعلم طريق العلم وإنما الحلم بالتحلم ضبط عصابي ضبط ضبط قوي جدا فمرة على مرة ستصبح إنسانا حليما انتقلت من التحلم إلى الحلم وإنما الكرم بالتكرم أنفقت وأنا متضايق حتى تأكدنا في حضرتك أنا إنسان بعيد عن الحلم ما عندي طولة بال ولا أصبر ولا أعفو ولا أسامح حينما تحلمت واصطنعته كما تفضلت مرة وفق مرة تغير طبعي وأصبحت إنسانا حليما حينما دفعت ثمن فضيلة الحلم وهو التحلم تصنع الحلم حينما تفعوا ثمن الحلم هو التحلم ثمن الكرم هو التكرم سرم العلم هو التعلم إذن عفوا دكتور الطبع يمكن أن تغير جميل جميل الله يفتح عليكم يا دكتور كلام بغاية الجمال وكلام بغاية الروعة هل من همسة دكتور تحب أن تقولها للناس حول الصفات والطبع التي يحملونها ويرفضون تغييرها حتى لو لم توافق الشريعة لو أن هذا الإنسان الذي يتوهم أنه لا يستطيع أجبر نفسه على طاعة الله نعم لرأى من السعادة ما لا يصف لذلك الإنسان حينما يكتشف يعني إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد استلح مع الله حينما يخطب العبد ود ربه سبحانه وتعالى الله عز وجل يخطب ود عبده الله هي شيء مؤليد إله يتودد إليك يام بالصحة يام بالمكانة يام بالحكمة يام بالعلم يام بالنظر الساقب يام بالتوازن يام بالسكينة والله عطاء الله لا ينتهي يعطي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء تعطى الحكمة تنجح بزواج من الدرجة العاشرة من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى هل الحكمة من الطباعة دكتور؟ لا يؤتى الحكمة ولا من الحظوب؟ يؤتى من الله مكافأة الحكمة الحكمة أعظم مكافأة يكافأ بها المؤمن ومن يؤتى الحكمة يؤتى هل له جهد فيها الإنسان دكتور؟ إخلاصه وصدقه فيكافأ بالحكمة نعم حينما خطب ود الله واستقام على أمره وضبط شهواته وفق منهجه يكافأ بالحكمة هل يمكن أن ترزق الحكمة لإنسان غير مؤمن بالله؟ لو أنها أعطيت لغير المؤمن نقع في مشكلة لا تنتهي يأتي الكافر ويكون حكيما يقنع الناس بالكفر ما لابد من أن يروا فيه التناقض والطباع السيئة طبع هل يمكن أن يرزق الحكمة في الشؤون الدنيوية لو كان غير مؤمن دكتور؟ ممكن في الدنيا ممكن نعم أن الدنيا تعطى لمن يحب ولمن لا يحب سؤالين في الختام دكتورنا الكريم السؤال الأول قبل الأخير بعض الصفات نستثقل تغييرها هل هذا شيء طبيعي لأنها طبائع صفات أو لهذه علامة نفاق؟ علامة ضعف إيمان ضعف إيمان ضعف إيمان يعني مثلا أنا مش قادر أسيطر على الغضب حينما لا تستطيع السيطرة هذا يتنقض مع التكليف يعني الله كلفك تكليف لا تطيقه كلما قوي إيماني بالله كلما زدت سيطرة عليه أبدا السؤال الأخير دكتورنا ينكلف الله نفسا إلا وسعه ضمن الوسع سؤال الأخير لفضلاتكم دكتورنا في موضوعنا وحديثنا عن الطبائع والحظوظ ما هو أجر من يغير الطبع دام عليه لعدة سنوات لكنه يخالف الشريعة ما هو أجره عند الله من هجر الدنيا وطباعه وهجر إلى طبع جديد يوافق شرع الله ما أجره عند خالقه والله لا يعلم الأجر إلا الله الحقيقة أنه جاهد جهاد كبير جاهد نفسه وهواه لذلك النبي قال أحد الصحابة قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر المعركة إلى الجهاد الأكبر